رغم دعوات الحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين هذا العام في اندونيسيا ووفقا للسفيرة الروسية في جاكرتا فإنه لا يوجد ما يبرر أن لا يحضر بوتين اجتماع مجموعة العشرين معتبرة أن رد الفعل الغربي تجاه روسيا غير متناسب ويهدف إلى طردها من العديد من المنظمات الدولية مجموعة العشرين ليست منتدى لمناقشة أو حل هذا النوع من الأزمات فهي في الواقع منتدى يهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية وحل المشكلات الاقتصادية في الغالب وبالطبع فإن ترد روسيا من هذا النوع من المنتديات لن يساعد في حل المشاكل الاقتصادية ولكن على العكس فبدون روسيا سيكون من الصعب القيام بذلك الكلام الروسي يأتي بعد أن بأ عمليات الولايات المتحدة والدول الأوروبية منع موسكو من المشاركة في أعمال القمة لا سيما مع إعلان بولندا أنها طرحت الفكرة على الجانب الأمريكي الذي كان رده إيجابيا حولها إذ تسعى وارسو لأن تحل مكان موسكو في الاجتماع بحسب ما ذكرت وكالة رويترز مصادر دبلوماسية غربية تحدثت أيضا عن أن النقاشات تدور حاليا حول جدوى بقاء روسيا ضمن مجموعة العشرين وذلك بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا لكن فكرة منع روسيا من المشاركة في أعمال المجموعة ليس بالأمر السهل لا سيما مع وجود دول مثل الهند والبرازيل والصين والسعودية التي قد لا توافق على ذلك يضاف إلى أنه ليس هناك آلية واضحة لما يأحد الأعضاء من حضور اجتماعات المجموعة مجموعة العشرين هي المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي حيث تجمع بين الاقتصادات الرئيسية في العالم وروسيا عضو مهم ولا يحق لأي دولة إزالة عضوية أي دولة مجموعة العشرين التي تترأسها حاليا اندونيسيا والتي ستعقل قمتها في نوفمبر المقبل ستواجه تحديات كبيرة قبل انعقادها على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية لا سيمة وأن القوى الغربية تحاول عزل روسيا سياسيا واقتصاديا عن المجتمع الدولي